مولايا صلي وسلم دائماً أباداً على حبيبك خير الخلق كلهماً مولايا صلي وسلم دائماً أباداً على حبيبك خير الخلق كلهماً يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك أباداً على حبيبك خير الخلق كلهماً 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 قبل أنه أقول لكم أباداً ولكن لدينا وانكيوم يوميونون لنا كليل يا نبك كيلي وما تعود خلاله ولكن لدينا فقل كليل لنفعل لنا اطفال لدينا اطفال خلال لا تتقب لكي تتضل لأنه مبارك لتلاكي المواصل المترجم للقناة 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 وفي الحياة المترجم للقناة необz Paris المترجم للقناة مدرجم للقناة المكوناة مدرجم للقناة مدرجم للقناة في أنها ومدرجم للقناة فأريد أو معاصره رضي الله عنه أو من جاءوا بعدهم وكما أن آل الإنكار عليه رضي الله عنه لم يكن اتشاط بنادقه صوبه وكذلك واقعات أحبابه والمنصفين له رضي الله عنه لا تزال غنزية في وجودهم في وجودهم تدافع عنه وتردهم وتردعهم عن ساحته أرباني وكل الموقفين داد على أظمة هذا الشيخ وتمالي ناديه رضي الله عنه وكل ذلك لصالحه وتمالي هذا الشيخ رضي الله عنه عليه صلاة الله ثم سلامه ومن رام ضريح قد سعى في مصالحه في إطار هذا الاحتفال ببكتوم الأولياء وخاتمه الأكبر أود أن أنقل لده مزيرة من خصوصياته خصوصياته وأقواله في محورين المحور الأول مخام الكثمية وبعض أقواله رضي الله عنه بشأنينه قال المؤلف كتاب الجامع المفترح سيدي محمد بن المشري رضي الله عنه وقد حل سيدنا خطب الأقطاب رضي الله عنه في هذا المقام الأعظم عام تلتاشر ومئة مؤلف من القرن الثالث ثالث عشر من شهر الله المعظم الصبر يوم الاثمين خلت منه ثمتاشر ونحن إذاك بمدينة فاس عمالها الله أمين وفق سيدينا رضي الله عنه كما يقوله من ألف الجامع فإنه اختطاع إلهي من فيض من فيض بحر الحقيقة المحمدية باختيار الحقيق سبحانه وتعالى ولا منازع أن هذا القبى المكتومة هو الواسطة بين الحقيقة المحمدية وبين الخارجية في إفادة المدد والخيرات الدينية والدنيوية العمومة فردا فردا ما على النبيين والمصريين والمصريين ومن المقتضاء بهذا المقام الذي هو الجروة وسط والبداية الأعلى إعتاؤه فاتحة الانتدامي بنيه اسم الأعظم الأعظم الذي لم يُعطى وليا قط قبله قال رضي الله عنه أعطى لي سيد الوجود صلى الله عليه وسلم الإسم الأعظم الخاص بمقامه هو صلى الله عليه وسلم وعضى لي سيدة أخرى منه وقال لي هذا خاص لعلي كرم الله واليوم وهو لا يُعضى إلا إذن سبق أنه يصير كتباً كنتم كتنه صلى الله عليه وسلم في جنبي في جميع أسراره وجميع محتوى عليه رفاعله صلى الله عليه وسلم وقال رضي الله عنه سأدقنا الله أن يعطيني مهما ردرت بإسمه مرة مجيدة ذكره كل ملده في كرة الأرض العالم في كرة العالم ألف 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 إلى أن ثلاث ملاتب وأن تكون كل مرد من ذكره من ذكره كل ملده تعدد من ثلاث الباته ستين ألفاً فضمنت لوطيتها بسم الله ومن مختضيات هذا المرتبة الغرياء أول الشيخ من إطارة الأحمدية يضعني ملد من نور يوم القيامة وينادي منادن حتى يسمعه كل من في الموقف يا أهل الموقف هذا إمامكم الذي كنت تستمدون منه في دار الدنيا من غير شعور منهم النفر الثاني لجيرات من أقواله المربي المرقية أصبع لأهل آدم المدرسي لتكون من قنوات سريان ممجيه مدده الفائد صلى الله عليه وسلم والربي رضي الله عنه الفائد من إلينا جميع بحث لتفهيد الحق كرارة وتعالى والتحقق به قال رضي الله عنه المتحقق بالحق من يراه وكل متعين بلا تعين والتحقق بالحق والخلق يرى كل ذرة في هذا الوجود لها وجن إلى الإطلاق وجن إلى التقييم يفسروا هذا الكلام العادي يفسروا هذا الكلام العادي بقول الشيخ إبراهيم رضي الله عنه تعينت ربي من الكل المعيّم من الكل المعيّم ولست أردت عينا فلزم لمذهبي وقلت في هذا المجال بإشارة إلى حضاتي التشتيكي من جمع الجمع وصلها لبهاء الذات من درج وعيّمها أبداً بالشكر منطوقة ما إن ترى ذرة إلا وكانت لها مجربها سورة بالحق منطوقة بشأن الفيضة التجارية منطوقة 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 حتى يدخل الناس منطوقة منطوقة أفواج وتدخل هذه الفيضة والناس لغاية ما يكون من الضيق والشدة ومعلومون بأن الضرورة الفيضة صادف ضرورة أزمة الاقتصادية المالية في عام 1990 ولكن طلقت خوادرها الأولى من الملايز المتحدة الأمريكية عام 1990 بنحة العالمية الأولى والثانية والذي جلبت الويلاث وإيقى المعيشة بالإنسانية وهذا مستقفق أبي الشيخ رضي الله عنه والناس مؤمنون في أشد غاية غاية ما يكون من الضيق والشدة والشدة والشهر الفيضة التجارية في جميع أنحاء العالم أضحى من ظواهر العصر ومعالمه المعروفة للمجال انتشار الإسلام والدعوة إليه جميع ومعالمه يحفل وصاحب الفيضة ليس بحاجة إلى تقديم أو تعريب به رضي الله عنه القائد أنا أنا أضح للمحيث في شأن الكمل من الرجال وحوالهم البديئة اللابسات العبود يدي لله قال رضي الله عنه الكامل من الرجال يكون مع الله بلا أين ولا كيبا فلا يعرف لمقامه ولا يتقيد به ويرده ثمانه إلى الناس رد مفيد فيعود وراحه من عمّة الناس وفي المعروف وحديثين عن حال من وصل إلى هذا المقام من الرجال وترسخ فيه يقوم الشيخ إبراهيم رضي الله عنه يعلم يقينا أن لا شيء إلا الله وليس بفاني وليس بسكراني وليس بمجيومي كلام يلقي يا قذفي ويعلم عن لا غنى أن لا شيء إلا الله ويردكم أشياء كما هي ويردكم كل ما قام ويردكم منزلكه ويردك 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 وليخاف من أشياء ما لا يعتبرها موجودة وليحب أشياء لا يعتبرها موجودة يتكلف جميع أفعال الخيرات يصدي يصدي يصم ويحج ويتصدق وينزق مالي وكل هذا أدبا مع الله هو يعلم وليس لهذا الشيء إذا وصل العبد إلى هذا فقد يتبط بالله إعتبادا حقيقيا لا يفعل شيء أكبر الله وذلك اسملة مقتصرة بالفادها دونة اتفاة إلى غائمة مالكي يدي لهذا خصوص اتفاة إلى غائمة مالكي يدي ولي الله براما إبراهما باين ياسي ولي الله براما يحضر أشياء لا يعتبرها بموجودة يتكلف جميع أبعال غيراتي يصلي ويصوه ويحضو ويتصدق وينفق مالي وكل هذا أدباً مع الله وهو يعلم أن ليس من على شيئاً إذا وصل العبد إلى هذا فقد اتبط بالله إرتفاطاً حقيقياً لا يفعل شئاً إلا بالله إفضل بسمية متصلة بالفاتحة بانتفاة إلى أقوال المالكية بلاد الخصوص قال يضي الله عنه مقاطباً تلميذهم الأخص أذركم المدغري يا مولاهي أذركم أنا أطالف فيها مدغة المالكين على رمي الأمسكة أنا أطالف فيها مقاطباً 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 فعزتي وجلالي وجلالي من أجودي وكرمي من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقت زيادة بعد هذه المتابة مرة مواحدة في الشرق العالية أني أدغبت له وقبلت من الحزنات وتجاوز جؤنه من حزنات سيئاتي ولا أحد أمثاله من نال ويجيبه من عذاب القرى وعذاب النار وعذاب يوم القيامة والفزايا الأكبر في الفضل سيئة زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصول في جروة الكمال هذا رضي الله عبر لكن في طريقتنا الزيارة يجعلنا رسول الله وهو أن يقرأ جوفرة الكمال 20 مرة ينوي بها زيارته ويجيب ثوابها له صلى الله عليه وسلم فإنه من فيه يكمله سبع مرات ويجيبه مع الله عليه وسلم مع الذاتي بذاتي حقيقة ولا يزال جالسا معه حتى يكمل حد العشرين فإنه بهذا الفعل يكون كمن وقف على أدريه صلى الله عليه وسلم وزاره والذي يحفظ له مقف خيري والثواب بهذه الزيارة وهذه الزيارة لا يأتي عليه الحصر والعبد وهو مطلول لا يحفظ بذكره ولا يؤره إلا في الزيارة وهذه الزيارة له صلى الله عليه وسلم لا تتقيل بيوم ولا بوقت وهي مطلقة هذه الأشياء فعلها وهي تؤمن عن الزيارة الزيارة بالأولياء بشتام هذا الحديث الشيطي الغالب من البحلي هذا الشيط العظيم من شؤون الحق تبارك وتعالى أتضرع إلى الله الكريم الوحفاب الرحيم الوذول متوسلا بالإساني آه لكم جميعا بذات أحمد وبحضرة وداية ومقامها ومقاميها القتمية وكتمية واستمراره من حضرة جده سيد أدوني صلى الله عليه وسلم وبشر إمداده للأعوال أعوالي بحضرته حرازميته وخلافته حضرت حضرت عبدالذاتي والصفاتي أن يتكرم علينا بإسراه شعورنا وشؤون المسلمين وأن نرجع إلى الحق عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنهم ذلك لمن خشي ربك وأن يحيينا حياة طيبة في الدارين في الدين وهيئ لنا من أمرنا رشدا حملتا حملتا لرسالتي الشيخ إلى العالم رسولين خير ريال هذا النور المبين إلى الأمم ونتحقق فينا بشارته القائدة أراكم ملوك الأرض لا شك فزادوا اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله حق صحيح حق قدره داره العظيم وضم في رعاية الله وفي كنب حقنا في هذه حضرات والسلام أيها الحق الله وبركاته شكرا وبركاته 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 ما أبى الشوق إلا أن يكون ملازمين وقد نبحت زرت سكرانا صاحيا وقد غصت بحر ويب بحر سره ولا الأقوال لا ولا متوان يا إلى أن رأيت القطبة أحمد أحمد وقصر وجود الكون شيد بال يا حقيقة السر بالكون داني مكونين وخاتبة الأورادي أرضا وساميا لا إله إلا الله هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لئة تركت من تجاني الله الله سرها سرها سهر وداني الله 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 ليلا توجد الاتجار الله الله سرها سهر وداني الله 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 أيها الأقوال هوكم الله 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 عرّره كل الأوالي الله 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 رحمة الله الله بهالي الله الله أهداء الله الله أكبر 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 شكرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة